لفتني خبر بيحكي عن مستثمر خسر 10 مليار دولار مرة واحدة اليوم يعني بس شوفي حظه قديش قديش سيء بداية سنة 2024 مؤسس شركة انفيديا جنسن هوانجر تفعت قيمة أسهمه بالشركة وزادت ثروته بقيمة 50 مليار دولار بسبب الذكاء الاصطناعي بس اليوم نزل سعر السهم الواحد بالشركة بقيمة 9.5% أدت لخسارته 10 مليار دولار من ثروته الشخصية وفقدت الشركة تقريبا 280 مليار دولار من قيمتها السوقية بالبورصة الأمريكية تعرف زاد هذا الخبر ذكرني بدراسة قراءتها انه الاكتئاب هو مرض الأثرياء خاصة رجال الأعمال والمستثمرين اللي بيخسروا كم كبير من الفلوس بوقت قليل أو باستثمار خطأ وبحسب الدراسة الاكتئاب مرض نفسي صاير عند معظم المستثمرين الأمريكيين خاصة النساء منهم اللي بيتعرضوا للاكتئاب من فترة تجميع الفلوس حتى قبل ما يخسروها بصيبهم هذا الشيء بتحس الدراسة خاصة اللساء لأنه هيك نمطياً أحب اللساء لتصرف أكتر من الرجال يعني آه صراحة نحنا نحنا مش قصة نحنا منحب الصرف نحنا مصاريفنا كثيرة يعني الأمور اللي بدنا نصرفها للأسف بحياتنا كثيرة فلازم نصرف لا أنا بحس عندك اعتراض عندي مش اعتراض بس عندي تعقيب على كلامك آية يعني بحس الرجال ماشي يمكن يعني الأشياء اللي بصرفوها بشكل يومي شوي أقل ولكن إحنا عنا حب الاقتناء للأشياء ومرات الأشياء اللي بنحب نقتنيها بتكون غالية مثلاً ساعة غالية سيارة غالية بعدين بدنا نجيب لكم هدايا وين هو هذا الحذب بيجيب الهدايا؟ أنا عمري ما تعرفت عليه معكسة الآية بتحس في 2024 سنة بس المرأة كمان متوقع منها تجيب هدايا للرجل الصراحة صدقني أنا اللي بجيب الهدايا بدي أتعرف عليه هذا الشخص اللي بجيب الهدايا بس اسمع أنت حكيت نقطة مهمة اللي هي أنه الشباب بحبوا المقطنيات الثمينة نحنا بنحب المقطيات الثمينة ولكن نحنا المصاريف اليومية لإنا أنا نهتم بحانا لحتى نكون هيك بصورة حلوة والجمال بتها يعني صرف كثير متطلباتنا والله مش سهل حياة البناء والشباب عم ببلبلشوا هيك لحقوقهم الشاب الحاله إذا يذهبوا إلى الجيم بتلاقي اشتراك جيم وبعدين اشتراك مدرب ومكملات غذائية يعني الجيم الحاله بتلاقي ماخد كل المصاري كل المصاري بس على فكرة الحظ السيء لهوانج اللي خسر عشرة مليار اليوم مش رح حكون أسوأ من حظ رونالدو وين اللي أغلبنا بسمع اسمه لأول مرة بس كان ممكن يكون من أشهر أغنياء العالم رونالدو وين كان شريك مؤسس شركة أبل ستيف جوبس وستيف وزنياك وبسنة 1976 أعطوه مهمة الإشراف العام وإدارة الهندسة الميكانيكية للشركة اللي بعدها ما شافت النور ومع أنه كانت مساهمته كبيرة بالشركة إلا أنه قرر ينسحب من الشراكة بعد 12 يوم بس يعني هو كمهندس وعمره 41 سنة شاف أنه شركة أبل ما رح تنجح بس قراره بالابتعاد كان بعد ما أخذ جوبس قرد قيمته 15 ألف دولار وكونه وين الوحيد الناجح بعمله خاف تفشل الشركة وإنه يقع عاطق تسديد القرض عليه لحاله فباع أسهمه لشركاءه وقتها بسعر 800 دولار هلأ هو توفى فسألنا لو محله بهذاك الوقت يعني لو هي صرفي يعني صراحة يعني أوكي ممكن الاستثمار دائما هو مخاطرة وهي ضربة حظ يا بنجح معك يا لأ بس يعني قيمة الأسهم اللي هلأ باعها هو بـ 800 دولار تخيلوا هلأ قيمتها صارت 345 مليار دولار يعني عن جد لازم توفى مرة تانية زي ما حكينا أنا مش فعلمة كنت شو كانت ردة فعله بوقتها بتحسي يمكن هيك علاج نفسي شاية كمات الزل يتخطى الموضوع بلاقي صور ستيف جوبز بكل محال وشركة أبل بكل محل بس برأيك آية إنه إيش لازم تكون مميزات الشخص اللي بفوت على مجال الاستثمار لازم تكون قلبه قوي لازم تكون جريء إنه أخذ خطوة إنه يستثمر بمشروع وهي يعني زي ما قلت لك هي لعبة تحظية بنجاح يا بفشل بس لازم كمان برضو يكون داخل على مشروع دارسه منيح لحتى ما تكون المخاطرة كبيرة يعني برضو اللي بده يستثمر عنده مبلغ إنه يدخل بهذا الاستثمار برضو مش إنه يلا أي إشي بدي أستثمر فيه لقد تكون قراراته مدروسة بشكل جيد يكون عنده خطة بديلة ممكن أو بلان بي إذا ما نفعل الاستثمار